اشتركوا في القناة اقول لكم كل ما تربطونه على الارض يكون مربوطا في السماء وكل ما تحلونه على الارض يكون محلونا في السماء وايضا اقول لكم ان اتفق اثنان منكم على الارض في كل شيء يطلبانه فانه يكون لهما من لدن ابي الذي في السماوات فحيث ما اجتمع اثنان او ثلاثة باسم فهناك اكون في وسطهم حينئذ اندنى منه بطرس وقال له يا رب كم مرة يخطأ الي اخي واظل اغفر له الى سبع مرات قال له يسوع لا اقول لك الى سبع مرات بل الى سبعين مرة سبع مرات حقا والامان لجميعكم احبائي المشاهدين المغمسين بالغفران وبرحمة الله تأملنا بهاليوم بهالانجيل المبارك بحطنا قدام حقيقتين كبار الحقيقة الاولى العلاءة بين الخطي والغفران بمعنى انه كل ما تربطونه على الارض يكون مربوطا في السماء وكل ما تحلونه على الارض يكون محلولا في السماء هايدي هي المقادلة يلي يسوع كلف فيها بطرس وكلف الرسل وكلف الكنيسة وهيدي يلي لازم احنا نفهمها بشكل انه نعرف بحياتنا نميز بين الشي يلي ثابت فينا وبين الشي يلي نحنا عم نفتش عليه وندب حالنا فيه تعرفوا الانسان من اول ما خلقوا الله خلقوا شريك لالو ولكن هذا الانسان خائن غير ثابت في مواعيده او في وعده لله بكذب قال له انا بحبك كتير ورجع قال له بدي يصير مثلك اكل من التفاحة اللي منعوا فيها فاذا يسوع كلف كنيسته كلف الرسل ومن بعد الاساقف ومن بعد الاساقف الكهني في عنا هالمعيدة اما منقبل انه يكونوا خطيانا مغفورين بواسطة الكنيسة وبواسطة التوبة وبواسطة الرجعة الى الزات لانه وهيدا يمكن الشي الاهم انك انت ترجع الى ذاتك تعمل فحص ضمير تشوف وين الخطأ تروح لعند الكاهن وهيدا الشي مش جديد تتذكروا ووقت اللي كان يسوع يشفي المرضى يقول له روح ترجح حالك للكاهن حط يعطيك شهادة شفاء تترجع تقدر تفوت للجماعة ما بتقدر تفوت بجماعة انت خاطئ لإله بدون ما يعطوك شهادة حسن نية او حسن أخلاق او شهادة حسن السلوك او براءة زمة ما كلهم هولة الدولة بتطلبهم تتبرهن عن انك انت انسان منيح مواطن صالح لذلك انت مؤمن اذا حقيقة انت المؤمن بدك تفوت بشغل كتير مهمة ان تعود الى ذاتك وتأكد على خطياتك ووعى تقول انه انا مش هاطي وتروح ساعتها عند الكاهن ويردك الكاهن الى قلب الجميع لذلك شو بيقول اذا اتفق اثنان منكم على الارض في كل شيء يطلبانه فانه يكون لهما من وين من لدن ابي الذي في السماوات فاذا تنحط حالنا بالكادر او بالمحيط يلي ربنا عم يطلبوا منا ان نكون نحن ابناء او اعضاء في جسد المسيح السري اللي تنقلف جماعة يعني هالجماعة هالتنين او ثلاثة يلي عم بيحكي عنهن هن الكنيسة فانت بدك تكون ابن كنيسة بدك تكون ابن الغفران ابن الطوبة ابن الرحمة وما تسأل كم مرة بدي اغفر لخيي بدك تغفر له دايما انت مش بحالة غفران مؤقت انت او بتكون انسان بتغفر او انسان حقود او انسان الغضب او انسان الرحمة او انسان السلام ما فيني يكون كل يوم شكل وانا اذا كنت اليوم رحوم بياخد قرار بكرة بدي ارجع طالب بحقي ما فينا لذلك كل ما اجتمع اثنين او ثلاثة يعني كل ما اجتمعت الكنيسة على الارض طلبت شيء بيتحقق بالسماء ليش؟ لانه اصحاب الارادة الخيرة ربنا معهم ما عم بقول انا كل واحد وحده كل واحد وحده بيتعدس على صعيد ذاته بس قداش حلو نكون جماعة قداش يكون عم نتعدس كلنا سوا قداش يكون هذا الخلاص لكل هذا البيت تتذكروا الخلاص لهذا البيت لما زكى طلع على الشجرة وطلع في يسوع قال له نزال نزال انا رايح لعندك لانه هذا الخلاص لهذا البيت اليوم ونحنا كمان مش مرجلة انه انا اتخلص لوحده بالبيت انه البيت يكون قديس او الام حاملة مصبحته وعم تصلي المهم انه انا هالجماعة البيتية هالجماعة الكنسية بالبيت هي تكون انسان الرحمة والمغفرة هاي اول شغل شغل التاني السؤال كم مرة مع يسوع ما فيش مرات مع يسوع ما فيش مرات مع يسوع في حالة مستمرة هلا الانسان يكبو احيانا بيعمل دعسي نقصة صحيح بس مش هيدا الثابت في حياته الثابت في حياتنا هو المغفرة والرحمة ومن هون لما بيجتمع هاتنين او تلاتة عم يجتمعوا على شو اذا اجتمع هاتنين او تلاتة لحتى يسرقوا بستان الجيران اكيد يسوع مش معهم واذا مجتمعين اتنين او تلاتة اللي يعملوا تهريبي اكيد يسوع مش معهم لذلك بدنا نعرف كيف نجتمع ولأي سبب الاجتماع بيكون في سبيل الخير العام وهوني قديش قديش بدنا نقول عن جماعات تجتمع لخراب البلد مش هسمي تعرفون ما فيني اجتمع انا لخراب بيتي او اجتمع لخراب الوطن او لخراب معمل او لخراب مؤسسي او لخراب ما بعرف شو بدي اجتمع للخير العام وهي دي مسؤولية الجماعة واذا كان في واحد بالجماعة عقله فالد ورأسه مش عكتافه البقوي بدون يهدوه مش كلنا بدنا نهوبر شوفوا شو عم بصير فينا وانا بغفر لك اذا بتغفر لي وانا بسرق معك اذا بتسرق معي لا مش هين المعايدة المعايدة اللي في خير عام ومشين هيك يسوع عم بيقله اللي تلميزه كل ما تربطونه في الارض لانكن انتو صرتوا مدعوكين انتو صار ايمانكن ثابت انتو صارت اخلاقيتكن على مستوى رفيع بقدر اتكل عليكن انتو ما بتروحوا تسرقوا مع اللي بدون يسرقوا انتو بالعكس بتمنعوا السرقة ومن هوني اذا مجتمعنا بدو يضل كل مجتمع بوطة مع بعضهم في سبيل الشر العام بلدنا بدو يضل منهار ومن هوني عم نصلي وعم ندوش موع وعم نطلب من ربنا انه يلاقي لنا مسؤول واعي يلاقي لنا كم مسؤول لا يلا وزارة تعرف تجتمع مع بعضها وحتى توصل الخير للناس بابا عرف كيف عم نفكر شكري منفكر انه الانجيل مخصنا فيه اوعى تفكر انه هيدا الانجيل بس الاخوارني والرهبات والرهبان والمطارين كلام الله لكل الناس لكل البشر وستدانوا كل ياتكن سوا على هذا الكلام ونحن عم نوصلكم ايه انا مش جاي على تيفي شاريتي لحتى الكن اعمل اعمل واعز او تشوفوني على التلفزيون انا جاي يقنقل حقيقة الله للي بعضهم ما بيعنفوها اول شي انقلها لا الي لانه انا كمان بعدني مش مش كتير ثابت فيها باعترف لكم قدام كل الناس وهيدا الاعتراف بتغفرولي سبعين مرة ولازم والشي التاني انه وصلكن هذه الحقيقة لحتى انتوا ما تكونوا معفيين من المسئولية في حدا قالكن عن هالحقيقة انا وغيري عم عم يوعزوكم بس انتوا بتتمعرفوا احيانا من الوعظة اسمعوا كلم الله لو على لسان الشيطان اسمعوها وخدوا فيها واعملوا بموجبة لانه هذا الكلام فيه خلاص اكتر من هايك كمان المسيح في وسط الجماعة بس يجتمع اثنين او ثلاثة بيكون يسوع فيهم في وسطهم ليش لانه يسوع هو المحور مش الجماعة المحور ممكن يكونوا جماعة مش منها المحور يلي بدوني تلاقوا عليه هو يسوع المسيح هو الوسط هو الركيزي ومنه كل فكر وكل عمل اذا ما كان يسوع بالوسط نحنا نحنا ماشيه نحنا بنصير شلعة معزي وفيلتي ما الى راعد من هوني علينا انه نحنا اذا كان حقيقة يسوع في الوسط منه بدنا نستمد المغفرة ومن هوني عم بيسأل بطرس كم مرة يخطأ اخي وانا بدي سامحه عم بيسأل عم بيجرب يسوع بيقول له اه الى سبع مرات لانه تعرفوا رقم سبعة هو رقم الكمال فكر يا راعد بطرس انه بها السبعة بيربح جميلي قال له الى سبع سبع سبعين مرة سبع مرة يعني بدك تغفر على دايما لانه الغفران مش منك انت الغفران مني انا انا المحور مني انا كل 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 هبة وكل موهبة ونحن بدنا نتعلم شغلة احبائي يمكن بتطغيب عن بالنا احيانا معرفة بس بتطغيب انه يسوع المسيح حايد منه بدنا ناخد كل تعاليمنا من شخصيته اذا جاع بدنا نجوع مثله اذا صلى بدنا نصلي مثله ولا مرة كذب ولا مرة سرع من هيك يسوع المسيح هو كل الصفات الحميدة والحلوية هو قدوس الله من هوني شو ما اخدنا منه ينعكس على حياتنا بالخير ولذلك اذا اجتمعنا كل ياتنا سوا ويسوع هو المحور بيصير انعكاسه على كل واحد منا وبيبطل حدا منا يعمل شر بيصير كلنا ابناء الخير شهود على محبة يسوع المسيح مؤمنين بموته وقيامته فعلي في كرمه عم نعطي الطعام في حينه هاو دي كلهم ونين بدي اقلكن شغلي نحن احنا احيانا من شعق في الانجيل انه هيدا المقطع اليوم عم بشرح لكم ايه بل الانجيل مترابط كله مع بعضه كله مع بعضه اذا اذا اخفزت هيدا الانجيل ونسيت انجيل مبارح ما عملت الشي من هوني الركيزي بها الاسبوع عن بطرس بيرح قلنا لا لحم ولا دم فهمك اظهر لك ذلك نحن اليوم كمان لا لحم ولا دم عم يظهر لنا ذلك ولكن رحمة الله فكر الله غنى الله فينا عم بيقلنا انتبهوا الحق اقوله لكم عم بيقوله تلميزه بس تنفهم نحن كمان انه تلميزه هن اللي بيحله واللي بيربته ونحن معلقين بهؤلاء التلاميذ بهؤلاء الرسل يعني نحن معلقين بكنيسة الرب معلقين بالاسرار اللي فيها معلقين بالكاهن حتى فيني الكن معلاش سامحوني كاهن رعيتك هو اللي بدي يعطيك سكبراءة وانتو ما بتعرفوا هالشيه إلا ما تختبروه وبتختبروه بمرارة اذا انا زعلان انا والخوري وبدي امشح امي او بدي امشح بي او بحجل الخوري لأي شهده اه متطلب مني هو هو وحده بيعطيني اياها كيف بروح لعنده كيف بواشه اذا ما في عندي غفران سبعين مرة سبع مرات نحن عنا غفران نحن ما من حاسب حدا الا اذا كنا اغبياء ما عنا عدو لا برعية ولا بالابرشية ولا بمطرة كل الناس اصحابنا لذلك كلكم تعول عنا بروح فيها مسامحة فيها محبة فيها تواضع فيها الفة صلاطنا لا يسوع بهالانجيل يا رب ما تربط علينا خطيئة ولكفكنا من كل عقادنا خلينا نترحرح معك وتكون مفتاح السماء معنا مش بس مفتاح نقدر نفوت على كل غرف السماء اللي موجودة محل الابرار والصدقين والسماوات السابعة والعاشرة كمان اذا فينا فبنقول هايدي بهايك بتواضع بمحبة باستغفار من الله والمسامحة عن كل خطيانة لحتى نسحق ملكوت السماء أمين والماء